كنت بتكلم مع كابتن أبو المجد على ظروف البطولة نفسها وخصوصا على فكرة أنك أنت تلعب مع منتخب كبير زي الأرجنتين في بداية المشوار وتاخد هزيمة قصية على أي فريق ورغم كده أنك أنت تقدر تقف على رجلك مرة تانية مش سهلة مش سهلة على الإطلاق وخصوصا مع السن ده يعني اللعيبة برضو في النهاية ممتخب شباب ما عندهوش خبرات كبيرة جدا ياخد هزيمة قصية جدا بنتيجة سبعة بتهيالي سبعة واحد وبعد كده تقدر تقفوا على رجلكم دي حاجة تحسب ليكم على فكرة مش ضدوكم أنا مش بقول كده عشان يعني أقلل من إنجازكم لكن بجد يحسب ليكم ويحسب للجاز فأني لم الورق بسرعة وقدر يقف مرة تانية بص زي ما قلت الحك البدايات بتاعتك والخبرات اللي انت خدتها قبل البطولة هي اللي خلت الموضوع يعد علينا يعني إحنا حتى تجهيز كابتن شاوئي المبارار اللي بعد كده بعد المطشة اللي ما كابتن شاوئي عالوك وإيه حاتش كلم معنا في أي حاج حاتش كلم معك في أي حاج خالص خالص عندكم مطشة بعد كده أي فنلندا عندنا فنلندا وكنت لازم تكسبه عشان تتعدى تكمل وعايزوا لك يمكن الحمد لله من أحسن مطشات اللي احنا عملناها مطشة في لندا ككورة بقى وآداء ناس استقبلتكم زي لما رجعتوا مصر بص يعني إحنا ما شفناش إن إحنا كانت معظم يعني كانت اللعيبة في الفترة ديت يعني كنت أنا وابو مسلم وحسين وحسام غالي وشيتوس إحنا خلصنا فرانك فون وروحنا على معسكر النادي الأهل في البرتغال كان مع مستر منول فإحنا ما نزلناش مصر ما حسناش بالأجواة دي خالص فإحنا حتى الأجواء اللي أنت كنت منتظر إحنا كنا عايزين نشوفها عايزين نشوف الناس مبسوطة بالإنجاز بتاعنا عايزين نشوف التكريم لكن ما شوفناش إن إحنا كان يعني ناس راحت معسكرات مع الأندية بتاعتها وناس نزلت قاهرة فما شوفناش الأجواء دي مستني إيه من إيهاب جلال مع منتخب مصر بصي الموضوع صعب جدا بالنسبة لكابتن إيهاب جلال كابتن إيهاب جلال يمكن برضو ليه فلسفة معينة وليه شكل معين في طريقة اللعب بتاعته أتمنى أن نلعيب تساعد كابتن إيهاب جلال على تحسين الأداء وعلى الروح ورجوع الروح تاني وشخصية منتخب مصر كابتن إيهاب جلال هيتعب الفترة اللي جاية مع المنتخب الموضوع محتاج من وجهة نظرك مجاسفة محتاج أنه ياخد ريسك أكبر شوية منه يراهن على حساب النقطة والمكسب والخسارة محتاج يعمل ثورة في الطريقة محتاج يعمل ثورة في التسكيل محتاج يغير في اختياراته أو رؤيته لاختياراته في المنتخب ولا شايف أن يمشي بنفس الطريقة لغاية لما يملك زمام الأمور زي ما بيقوله بص أنا وجد نظري يمكن المجموعة اللي منضم المنتخب مصر خليني اتفق إن هم المجموعة ديت أفضل ناس موجودة في الدوري وزائد المجموعة المحترفين الموجودين فشايف أن فكرة أن أنت هتدخل عناصر جديدة لفترة ديت أو أن أنت تخش بناس جديدة في التشكيل يعني برضو لازم تعمل بحساب مش لازم أن أنت تغير نصف الفرقة عشان أخد بالك بقى عشان أنت اللي بتقوله ده عكس اللي أنت تبي بكلامك اللي أنت بتقوله هو أنه في تجربة من التجارب رهنت على أندية تقريبا شبه مجهولة وده حقيقة لي علاقة ب يعني مش عايزة أقول ضعف مش مفترض أنها تبقى مسابقات ضعيفة لكن في النهاية بص للمسابقات بص الدولي الممتاز بص الدولي الدرجة الثانية مثلا أنت عندك كم نادي أنا قلت أفضل عندك كم نادي عندك كم نادي في المسابقتين دول 18 في الممتاز وكام في الدرجة الثانية 48 48 يعني و18 بتكلم في 66 نادي باستثناء الأهلي ومعها ثلاثة أربع أندية تانية واللعيبة المحترفة بر مصر هو ده قوام المنتخب يعني الأندية تانية إسهمتها كم نادي تاني تكلم في 60 نادي تاني إسهمتهم إيه في أن هما يفيدوا المنتخبات أندية دي بتصرف قد إيه على النشاط الكرة في مصر حققوا إيه إنجازات يعني فهم قصدي إيه وفي النهاية برضو ومدير في أي مدير فني أبنبي كان أو وطني يعتمد على القماشة اللي موجودة باستثناء الأهلي وبالزبط بالزبط تلاثة أندية تانين مفيش حد بيطل حاجة المنتخبات أيها ميش لأنا أصدته أن المجموعة المتاحة حاليا هي دي أفضل مجموعة موجودة مش معنى كده المجموعة دي تقدر تحقق اللي أنت محتاجه ده اللي أنا أصده يعني ده هو أعظم إمكانيات بالزبط ده اللي أنا أصده بدليل الأداء ما تغيرش من أيام كبر لغاية دلوقتي الأداء بتاع المنتخب شخصية المنتخب مش موجودة يعني ما ننتظرش من كابتن يهاب جلال أنه يغير حاجة أنا بقول له حضرتك عشان تقدر تغير حاجة اللعيبة لازم هي اللي تطور من أداءها هي لازم اللعيبة تفهم أنا بلعب بشخصية منتخب مصر أنا مش فرحان إن أنا قاعد أدافع طول المباراة ووكسب بكرة بقى 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 لأ مش دي شخصية منتخب مصر زائد اللعيبة ديت المفروض إنها أعلى ناس في مصر في الفترة ديت وبيلعبوا مع عنديتهم فيه لعيبة بتلعب بطولات أفريقية مع عنديتها فلازم الحاجات ديت تديها خبرات إنه لا الموضوع لازم تغير الفلسفة لازم تتغير لازم يفهموا إن الناس مش مبسوطة بالشكل الناس مباراة منتخب مصر كزي انتش حاسس ان الناس مصودة حاسس ان الناس فرق معاها التلتة بونت امبارح لا الناس عايزة شوف كورة منتخب مصر كحلة الناس عايزة شوف روح منتخب مصر انا بقول لك امبارحنا كسبنا بلا روح كسبنا بلا شخصية فعشان كده بقول لك العامل الاساس الفترة اللي جاية اللعيب مع اي بقى فلسفة للمدرب هيشتغل بيها الاساس اللي هيطبق القصة دي اللعيب فانا شايف ان الموضوع في اطار اللعيب مش في جهاز فني بس كابتن ياهاب جلال الفترة اللي اشتغلها قبل المباراة 3-4 ايام لا يمكن هيقدر يغير الشكل ولا يغير الطريقة ولا يغير اسلوب اللعب بالشكل اللي الناس متخيلة لكن زي ما بقول لك دلوقتي اللعيبة كلها اللي موجودة في مصر هو اللي في ايده اللي هو يطور من شكل منتخب مصر يدور من اداء منتخب مصر عايزة اتكلمك شوها على الدوري بتاعه و بطولة الدوري في مصر او الاندية في مصر بشكل عام يعني تقديمك لأفضل خمس محترفين في الدوري المصري افضل خمس محترفين في الدوري المصري بص يعني ممكن الفترة الاخيرة كان لانا شايفه يعني ديانج كان ماشي بشكل كويس ديانج اه شايف عبد الكريم الودي شغال بشكل كويس بااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااس اذا كاميروني اعتقد اchi ديانجеж في إكاظته مع أو ضد لأنه في توجه أو في تفكير فكرة أنه يقل عدد المحترفين الأجانب في الفرقة المصرية مع أو ضد لا أنا ضد أنه اللعيبة الأفارقة تقل لكن بضوابط أنه فعلا أنت محتاج أن أنت زي ما أنت اللعيب المصري لما بيجي يطلع يحترف في أي مكان لازم يتبقى لي موصفات يجب أن يكون لعب دولي أنت لازم يبقى عندك نفس الفكرة أفضل بره الأهلي بره لعبة الأهلي أفضل ثلاثة بك يمين في مصر أفضل ثلاثة بك يمين في مصر من وجهة نظري يعني أفضلهم دلوقتي وهو متوظف في المركز ده عمر كاميل عبد الواحد أفضل ثلاثة بك يمين في مصر المركز أو الاسم الذي يفتقد منتخب مصر المركز رقم عشر والاسم؟ حاليا لا يوجد مشكلة في رقم عشر في مصر برضو في مشكلة أن أنت بتكلم رقم عشر من اللعبة أو من المراكز اللي بتعتمد على الكورة والرؤية والتحرك والاستلام تحت ضغط لا يعني فكرة المثالي الوحيد الأفضل أفضل حد بيؤديها شوية أفشى أفشى نورت الدنيا وشرفتنا وسعيد أن أنا شوفتك في السادسة يا كابتر بولمج شكرا جزيلا ديك شكرا جزيلا وتحياتي وسلامي لكل أفراد الجيل بتاعك الحقيقة جيل بنعتز به جدا ونتمنى أن نشوف إنجاز هذا يتكرر مرة تانية مع الكورة المصرية مش بس على مستوى السباب لكن المستوى المنتخب الكبير ونتمنى إن شاء الله بإذن الله نتمنى نتمنى يكون في رؤية خطة أي حاجة بتقول إحنا بنخطط وبنحضر منتخب يقدر يوصل ويلعب كورة كويسة في كاس العالم 2026 بشكر كابتن أبو المجد مصطفى ضفنا ونجمينا نهاردة في السادسة وبشكر حضراتكم على المتابعة ودائما على كل خير نتقابل على شاشة الأهل